السلام عليكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج إدارة السروات والاستثمار والمقدمة من معهد خبراء المال في هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن نظرية الشركة يمكننا تقسيم نظرية الشركة إلى ثلاثة أجزاء رأسية أولا تعظيم الربح ثانيا التكاليف وثالثا الحجم تعظيم الربح يتم عن طريق مساواة الإرادة الحدي مع التكلفة الحدية وهذا يعني أن الشركة تقوم بإنتاج منتج معين بصورة كبيرة حتى تزيد إرادة هذا المنتج وتغطي التكاليف الناتج عن إنتاجه وكما يوضح هذا الرسم البياني كلما زادت الكمية زاد الإرادة الحدي وزادت أيضا متوسط الإرضات وزادت المرونة السعرية للطلب على الوحدة ثانيا بالنسبة للتكاليف على المدى القصير والمدى البعيد في علم المال والأعمال لا نقوم بقياس التكاليف على أساس مالي وإنما على أساس تكلفة الفرصة البديلة بمعنى صح نقوم بدراسة كل الفرص ونقوم بدراسة التكاليف اللازمة لكل فرصة أو لكل اختيار من اختيارات العمل لدينا هناك أيضا تكاليف سابتة وتكاليف متغيرة فمثلا الأياد العاملة ورأس المال والمواد الخام كلها تكاليف متغيرة ولكن يوجد تكاليف سابتة لابد من أي مكان يقوم بتصنيع أي منتج أن يقوم بدفع هذه التكاليف ثالثا الحجم وستحدث في هذه الجزئية عن سلوك الشركة في السوق العام يمثل هذا الرسم البياني تمثيلا مبسطا لهياكل السوق المختلفة فنلاحظ أنه كلما زاد عدد الشركات المشاركة في قطاع من القطاعات ازدادت حدة المنافسة في هذا القطاع كما أيضا قل الاحتكار في هذا القطاع وكلما ازدادت عدد الشركات العاملة زادت القدرة على التأثير في السعر وطبعا الاحتكار بنوعيه سواء كان احتكار لشركة واحدة أو احتكار لمجموعة صغيرة من الشركات هذا الاحتكار يسيطر على السوق يسيطر على الأسواق يحد من الابتكار ولذلك تسعى الحكومات في فرض السيطرة على فكرة الاحتكار انتظرونا في الخلقة القادمة لنبدأ الفصل الثاني في هذه السلسلة